وحضرتك بتكتب كنت موجه المجموعة القصصية دي لأي جمهور فكرت في أي فئة عمرية فكرت في أي نوع مين هيكون بيقبل أكتر على النوعية دي من القصص القصيرة ستات ولا رجالة أطفال ولا شباب يعني كلمني شوية عن الجمهور اللي حضرتك كنت بتفكر فيه وإنت بتكتب هو كأول عمل ليا أو كأول عمل أعتقد لأي حد ما بيكونش بفكر بالجمهور قد ما يفكر في نفسه آه فإنك تثبت وجهة نظرك أو أنك توضح رؤيتك أو كده بالضبط أنت عندك فلسفة معينة فكرة معينة عايز تعبر عنها حدوت عايز تحكيها إنك تعرف تقولها بالضبط في البداية خالص لما أن حضرتك دي أول مرة تكتب فيها فأنت طبيعا أنت مش بتفكر في الجمهور المطلقية قد ما تفكر أنت بتمثل نفسك أيوة هتشرحها إزاي هتقولها إزاي هتعبر عنها إزاي بالضبط أوكي وأكيد أن الجائزة اللي حضرتك حصلت عليها أثبتت لك أنك لازم تكمل أه أعتقد أن الجائزة أثبتت لك أنك لازم تكمل قدتني حافظ جبير جدا طبعا إيه الشكل التحديات اللي ممكن تكون كتبتواجه حضرتك ككاتب تخليك وإنت في بداية مشوارك أنك مش عايز تكمل أو مش عايز تكتب هو أي كاتب بالضبط في بداية مشواره طبعا بيكون فيه حاجات كتير أولها طريقة الوصول للقارئ أوكي أنت لو فضلت تكتب لنفسك بس هتوقف آه لو ما فيش حد بينتقد اللي أنت بتكتبه بشكل موضوعي هتوقف أيوة لو بس أنت علاقتك باللي بتكتبه بتوريه لأصحابك أو الدايرة الصغيرة اللي حواليك فيقولك كويس جدا نكمل بدون رأي موضوعي أو رأي أكاديمي في اللي بتكتبه فأنت هتوقف بقى فده كان يمكن أهم وأكبر عائق في الموضوع اللي هو هل أنت الشكل اللي بيدخلك هل أنت بتكتب كويس ولا لا طيب بنا أنا على رأي مين بتكتب كويس على رأي أصحابك اللي هو دايما محل شك برضو فكون أن أنت بتدخل بقى مجال الناشر وتوصل للقارئ ده أعظم تحدي ممكن يواجه كاتب في بداية حياته أكيد دور الناشر معينة لو أنت روح تكلمتها ليه هتنشر لك آه مؤخرا دور الناشر بقت متقسمة أكتر من نوعية في نوعية بتتجه عايزة نجاح مضمون فبتشوف حد مشهور أو عنده فولورز كتير أيوة وبتروح ترد عليها تعمله كتير آه بالزبط وده نجاح مضمون بالزبط لأني ده أريد عنده فولورز طيب لو أنت كاتب لسه جديد وحتى آن كان اللي بتكتبه مهم جدا وكويس جدا زي توصل لدار ناشر كويسة مقتنعة بالكلام أو تقدر تقرأ الكلام وتغامر أن هي تنزل اسم جديد تماما على الصحة بدون ما يكون ليه جمهور مسبقة أو أن هي تغامر بحاجة ممكن تنجح أو لا فعلشان كده كانت تجاهي حاجتيني إما الهيئة العامة للكتاب أو أن أنا أقدم في مسابقة بالمجموعة القصصية وأستنى لو كسبت أن أنا أقدمها للناشر الحمد لله خادت الاتنين في نفس الوقت وأعتقد أنه يعني الجوائز اللي حررتك حصلت عليها بتأكد أنك لازم تكمل كتاب بالضبط هديتني حافز كبير جدا أن أنا أكمل في المهدوه أكيد أكيد إن شاء الله ويعني مش عايزين حررتك تحبط خالص إن شاء الله تكمل وتحقق كل اللي نفسك فيه أكتر كمان خلينا نتكلم شوية عن غلاف المجموعة واخترته إزاي وزي ما حررتك قلت أنه هما قصص ملاش شلقة ببعض خالص إزاي قدرت أنك تختار غلاف للمجموعة؟ هو الغلاف كان من تصميم الدكتورة هند سمير هي في الهيئة العامة للكتاب برضو أنا مجرد ما شفت الغلاف حاسيت أنه هو ده أنسب حاجة للمجموعة يعني ما جاليش حتى ساكن سوتس في الموضوع أن أنا لأ أو أحاول أغير أو أبدل الغلاف نفسه معمول بشكل سوريال شوية في جزء من الفلسفة الموجودة في المجموعة فهنا أعطاك أن الدكتورة هند قرت المجموعة كويس قبل ما تعمل غلاف ده علشان كده مجرد ما شفته حاسيت فعلا أنه أنسب حاجات تتحطي قبل ما تكون كاتب أكيد كنت زائر لمعرض القاهرة الدولية للكتابة طبعا طيب كلمني شوية عن رأيك في الدورة الأربعة وخمسين السنة دي أنت مش زائر أنت السنة دي كاتب وكاتب بشارك بمجموعة قصصية نكحة فكلمني شوية عن رأيك في الدورة الأربعة وخمسين أنا شايف أن الدورة السنة دي من أنجح الدولات والأكتر إكبالن يعني أنا طريباً بقى لي أكتر من عشر سنين باجي معرض الكتابة دي أكبر دورة شفت فيها ناس وأعمار مختلفة من صغير جداً لحد كبير كمان التأسيمة نفسها يعني فيه جناح للطفل فيه جناح للنشر العربية بالضبط فيه جناحين لدول النشر اللي هي المصرية المعروفة فالموضوع كان منظم جداً وكان زحمة ودي حاجة كويسة مش وحشة فالأكبال كان كبير جداً في نفس الوقت بره حتى المعرض الموضوع كان مو بهج للعين يعني بره الأجنحة نفسها تقدر تطلع تستريح بره بشكل بيد عن الزحمة فكل حاجة في المعرض السنة دي كانت كويسة جداً الحمد لله حقيقي هو كانت دورة نكحة جداً جداً وإن شاء الله يا رب الدورات القادمة تكون كمان نكحة بتفكر في إيه في اللي جاي بتفكر تكتب إيه بتفكر فكرة جديدة شغلة بالك أنا بحاول أبعد شوية خلص بقى عن فلسفة الغربة اللي كانت موجودة في المجموعة الأولانية فبدأت وردي كتبت قصتين من المجموعة الجديدة لسه ما جاش في بالي الإسم المجموعة الجديدة بعمل إزاي أيوة أو حتى ملامح المشروع نفسه المهم أهم حاجة خاطوة بالنسبة لي إن أنا أبعد عن المجموعة القديمة وإن أنا أقدم أفكار جديدة تماماً من نوعها اشتركوا في القناة